موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج في عين الحدث الحكومة أمام اختبار النواب الحكومة في المربع الشعبي محروقة ومغضوب عليها ومستهلكة سياسيا فما بالها في مربع النواب لمناقشة هذا الموضوع أستضيف معي فيها الستوديو في هذه الحلقة من عين الحدث سعادة النائب غادي الهوام أهلا بكم والزميل المحلل والخبير بالشأن البرلماني الأستاذ محمد الزود أهلا بكم وأنا استأذنكم بدءا قبل الشروع بالحوار بمتابعة هذا التقرير من عداد الزملاء في قسم الأخبار في جلسته الرقابية لمناقشة 15 سؤالا نيابيا عقد مجلس النواب جلسته لإجابة الحكومة عليها النائب صداح الحباشنة الذي أكد على تفرد الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية دون حسيب أو رقيب عدم وجود حسيب أو رقيب عليها وعدم الاهتمام بها أو عملية التفرد بإدارة هذا الصندوق واتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج فإن ذلك يشكل خطورة على الأمن الاجتماعي الأردني والذي لا سمح الله إذا سقطت سقطة للوطن إن سقطت هذه الحقيبة أو تم عملية التلاعب بها من جهتها ردت الحكومة بأن أموال الضمان خاضعة للرقابة الداخلية والخارجية وأبدت استعدادها بذكر تفاصيل العملية الرقابية أعيد وأؤكد لا يوجد أي انفراد بالقرار وهناك عدة مراحل يخضع صندوق الاستثمار إلى الرقابة الداخلية والرقابة من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كما أن هناك مدقق خارجي وتخضع إلى جميع أنظمة وقوانين الدولة الأردنية النائب ديمة طهبوب قالت في الجلسة الرقابية أن الحكومة تعامل الأردنيين كشعب منكوب في قياس مؤشر الفقر واتهمت الحكومة بعدم القدرة على مواجهة الأردنيين من خلال جداول الإحصاءات رغم الانتهاء منها الحكومة عمدت وما زالت تعمد حتى الآن لإخفاء المقياس الأدق في تحديد الطبقات الاجتماعية وهو مقياس خط الفقر وآخر إحصائية نشرتها دائرة الإحصاءات كانت عام 2010 وكان خط الفقر في ذلك الوقت زملائنا الكرام 813 دينار للفرد وقد مرت على تلك الإحصائية ما يقارب التسع سنوات ومن معلوماتي في دائرة الإحصاءات العامة أن الإحصائية الجديدة لخط الفقر جاهزة الآن ولكن الحكومة لا تنشرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب على سؤال النائب ديمة طهبوب وأكد أن خط الفقر في الأردن يرتفع وأن الحكومة ستنشر نتائجها خلال أسبوعين على أبعد تقدير أؤكد لكم أننا سننشر هذه المعلومات وليس فقط ننشر المعلومات نحن غرضنا فقط قياس خط الفقر نحن واجبنا كحكومة وضع سياسات تعالج هذه التحديات أكان في مستوى الدخل أكان في فرص العمل أكان في الصحة والتعليم والمؤشرات الأخرى للفقر لم تخل الجلسة من كلمات لادعة حيث اتهمت النائب عن صاف الخوالدة وزيرة الإعلام جمان غنيمات أن تصريحاتها بخصوص التعيينات الأخيرة كانت مستفزة لكل الأردنيين سكوتك فضيلة وكلامك فضيحة وزيرة الإعلام تطلع لنا على قناة المملكة يا دكتور نصار الأردنيين قاعدين باستفزوا باستفزوا الأردنيين أبناء البلد في ناس باستفزوهم بتقولهم أي تعينات بقولها شو قص التسريبات بتقولهم أي التسريبات هذول ثلاثة تعينوا هذول ثلاثة تعينوا وفي واحد منهم يا أخوان التلفونات لو تمحضوا على الصايلة تفضل 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 وفي ثلاثة تعينوا وواحد منهم لو شفتواه على الفيديو يعني وقع عليه انتعب نفسي أما الطفائل المشروع الأقدام 300 كيلو أما الكركية أما المعانية التحت المطر هذول ما وقع لهم تعديل نفسي ولا نعانوا جلسة النواب التي اتجهت بوصلتها حول الفقر والبطالة الفساد والمحسوبية والتنفعات الإدارية والإستثمارية فوجه النائب فواز زعبي سؤالا عن عشرة موظفين يتقاضون أكثر من 600 ألف دينار مطالبا باستغلال كل دينار لتشغيل الأردنيين العاطلين عن العمل أسئلة وإجابات في جلسة رقبية لمناقشة عدة مواضيع فتباينت الردود بين إجابات شافية وأخرى غير كافية حولها النواب إلى استجواب لمعرفة ما يدور خلف الأبواب المغلقة محمد العثامنة الأردن اليوم عزاني مشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد تابعنا هذا التقرير للزمير محمد العثامن ساعة الناب غاز الهوام لأبدأ معك حوارنا جلسة رقابية كانت نسوية بامتياز رأينا المواجهة التي وقعت ما بين والمشاهدة الكرامية التي وقعت ما بين سعادة النائبة إنصاف الخوالدة والنائبة وفاء بني مصطفى ومعالي الوزيرة جمان أغريمات وزيرة الإعلام حول تصريحاتها الأخيرة في مقابلة صحفية أجرتها مع أحد القنوات الفضائية تفضل سعادة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كل الاحترام لك أخي فارس وأخونا أيضا في الصحافة وفي الشؤون البرلماني أخونا زيود جلسة اليوم رقابية هي وسطنهيك محدد إلها لاستعراض بعض الأسلي وبعض الأجوبي وثمت مناقشات إذا ظهر في هذا الشأن هي جلسة عادية رغم يعني أنا يعني بشكل عام غياب مستوى الرقابة الحقيقي حتى وين وجدت هذه الجلسات والأجوبي لكن للأمان يعني نحن نريد نتيجة المفاصل اللي اليوم أثيرت سواء نسوية وكذا برضو المرائلها يعني معترام نصف المجتمع وهي يعني هذا إطار وجوز رغم أنه مش يعني مش كثير يعني مركز في البررامج النسائي يعني مش ذكوري زيادة عن نزوم لكن من حقنا أيضا هذه نائب ومن حقها ولكن هي كانت يعني لافتة المظهر ونائبتين على وزيرة ونائبة ضد وزيرة يعني اليوم كان تصدر المشهدين النائبة في جلسة اليوم انصاف الخوالد سعادة النائبة ووفاء بني مصطفى وديما طهبوب والوزيرة في الوزيرة الأخرى أيضا هي وزيرة الطاقة نعم زواتي آه زواتي بالنسبة للقطاع الأول والجمهور النساء هنا يعني فيما يتعلق بوفاء بني مصطفى وهذاك طرح آخر يعني واستحقاقات النسوية عندهم في ال شو اسمه المركز يا أخي محمود محمد محمد شو اسمه المركز مركز إيش إلهن يعني زي ملتقة برلمانية ملتقة برلمانية آه يعني ما فهمت القصة كاملة بس في خلل معين إنه في تشنج بينهم يعني هذولا في كف تشنج بين من ومين بين هذه الوزيرة بصفتها رئيسة مش البرلمانية يعني في صراع خفي كان اليوم هو الذي يتحكم بمجرات تحت القبة ما بين النائبات والوزيرة صراع خفي ما بين النواب النساء وما بين القطاع الرسمي الحكومي سواء كانت سعادتك أنت تابعت مقابلة الوزيرة على أحد القنوات المحلية جمانة نعم جمانة قبل يعني شفت مقتطفات نحن ما مش ملحقين ما شاء الله يعني صار عندنا كثافة من اللقاءات والمواقع والتواصل يعني صحيح يعني المتتبع الحقيقي اليوم ما بيجمع شيء في الأردن كيف تقيم كلامها وما تحدثت به سعادة النائبة من اتهام بها بأنها استخفت بالأردنيين والله ما بعرف هو استخفاف الأردنيين أو غيره لكن للأمان الأخ جمانة يعني أعتقد إما أنه هي موجهة بطريقة سلبي جدا تكون باهيتة المنظر والمحضر من الحكومة يعني أن لا تدلي بتصريحات حقيقي جازم مفصلة وإما أنه متردد هذا شاء آخر لكن في كلا الحالين هي كوزيرة إعلام لا تؤدي النتيجة الحقيقية في الميدان وهذا في مقابلات كثيرة وفي لقات كثيرة وفي تصريحات كثيرة أولا في أخطاء ثانيا في معلومات غائبة قد تغيب عنها هذا شأنها هي حرة هي اللي من حقها تبحث وليس هي تصريحها رسمي الآن الناطقة باسم الحكومة عندما تصرح جمانة الغنيمات 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 كنا نسان ورجالا نوقفنا هي في المقابلة استنكر قالت بأنها لا تعلم عن التعيينات ولا عن ما بجي أنا لموضوع أنا الآن يعني أنا بتقابلني كمقابلة عادي كبرلماني وعضو مجلس نواب أنت في تلفزيون فضائي لا تعتبر رسمية ولا محسوبة على الرسميات لكن في نفس الوقت أنا إما بعرف الجواب وإما ما بعرف ما بظهر الأصل هيك يعني فما بانك كان زميل محمد الزيود الجلسة كانت نسوية بانتياز النائبات تصدرا الجلسة كان صوتهم هو الأعلى كانت مشاهدات طاحنة ما بين النائبة إنصاف الخوالدي والوزيرة جمعانة غنيمات حتى بأن النائبة قالت لها سكوتك كان أحسن منك تتكلم تفضل يعني اليوم الجلسة الرقبي صحيح تصدر فيها السيدات النوار تصدرنا المشهد في الجلسة لطبيعة الأسئلة يعني سؤال سعاد تناب وفاة بن مصطف سؤال هام سؤال لوزيرة الأردنيين لوزير الصناعة والتجارة عن إي فواتيركم نظام إي فواتيركم يعني أثار أو أثيرة حولها هو لغط كبير في الفترة الأخيرة حول أنه يحمل الأرديني أعباء إضافية في دفع الفواتير كان رد الحكومة ومحافظة البنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة أن هذه الشركة أحيل إليها العطاء وتم ولا يحمل الناس أعباء مالية وهي مسجلة في مدارة مراقبة الشركات النائب بن مصطفى لم يعجبه الجواب فمن حق النائب أن يحول سؤاله للسجواب وهو ما فعلته النائب بن مصطفى النائب أيضا الدكتورة ديمة طهبوب سألت عن موضوع أيضا يمس الأردنيين وهو موضوع خط الفقر والدراسة والمسح المتعلق بالفقر في الأردن والذي أجرته دائرة الحصاءة العامة في الأشهر الماضية تأخرت هناك اعتقاد عند الناس أن الحكومة تماطل وتتلكى في تقديم هذه الدراسة لوجود قانون ضريف الدخل لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي خصوصا أن الحكومة مهزوزة اقتصاديا والضرف الاقتصادي العام في صخب وصخط مجتمعي قبل ربما سيكون مرتفعا وهو مؤشر على فشل الحكومة الاقتصادية السياسات الاقتصادية من الحل الاجتماعي والمعيش ارتفاع مع عدلات الفقر والبطالة هي مؤشر طبعا على ضعف النهج الاقتصادي أيضا سعادة النائب انصاف الخوالدة أثارت موضوع عدم اعتراف الوزيرة ربما بالتعينات أو ما أثرته التعينات وكأن التعينات لم تثير الرأي العام التعينات الأخيرة لثلاث شباب شابين وفتاة يبدو أنها اعتبرته نوع من الاستهزاء والاستخفاف بما يدور الوزيرة لم تتمكن من الرد على تحت القبة لم يفتح لها المجال بالرد هذا شأن طبيعي في الجلسات الرقابية لا سمعنا ردا على لسان الوزيرة اليوم الوزيرة تقول أنا أحترم وأقدر أهل معان والشباب والقادمين من الجنوب هذا رد دبلوماسي اليوم الناس لا تبحث عن ردود دبلوماسية تريد أفعال الحقيقية على أرض الواقع حتى تعالج مشكلة الشباب المتعلقة بالبطالة النواب اليوم قد تكون أثيرة حفظيتهم بسبب ارتفاع الضغط الشعبي عليهم هناك انتقادات النواب اليوم لا يقلس بأفضل حال من الحكومة أمام الناس النواب أيضا هم في مرمى أسهم الناس وانتقاداتهم عندما اليوم تنتدح موقف نائم معين ينتقدك الكثير لأنه لا يوجد قناعة بالدول السياسي والرقابي لمجلس النور وهو أيضا حال الحكومة اليوم عندما لا نجد من يمدح حكومته الدكتور عمر رزاز بسبب التخبط الذي تعانيه هذه الحكومة التصريحات الحكومية المستفزة للوزراء وغير المقنعة يعني عندما تتحدث الوزيرها لزواتي سنرسل أو نزود أو نستطيع أن نصدر الكهرباء إلى لبنان أو لدول أخرى نعم لماذا تتحدث بهذا المنطق دون شرح للناس؟ المواضيع تحتاج إلى شرح الناس يحتاجون إلى فهم اليوم الناس تمر بضائقة مالية اقتصادية صعبة القرارات الحكومية إما أن تكون صادرة من الحكومة عن قناعة وتدافع عنها تحت القبة وعبر وسائل إعلام أو لا تصدر هذه القرارات اليوم إذا الوزير ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن قراره فهذا مصيب وإذا رئيس الوزراء أصبح يغيب عن جلسات النواب الملاحظ ويعرف ساعة تناب غاز الهوام لأن الرئيس لا يحضر دائما رئيس الوزراء لا يحضر كثير من جلسات النواب واليوم الرئيس يخرج ليدافع أن الشائن قد يهو يكون أحد اختصاصا لماذا تفسر هذا السلوك سواء من رئيس الحكومة أو من مجموع من الوزراء يتغيبون بشكل متكرر ودائم عن جلسات مجلس النواب؟ يوجد سببين السبب الأول إما ارتباطات رسمية كما يقال وقد تحصل طبعا هؤلاء وزراء وحكومة السبب الثاني عندما تأخذ الحكومة الثقة من النواب وتعلم أن أداءهم الرقابة ضعيف لماذا تسأل عن النواب؟ يعني استخفاف طبعا اليوم عندما يقول أحد السادة النواب أن سؤاله أجيب عليه منذ سنتين عامين وعشرين يوم أجيبه من الحكومة يعرض في مجلس النواب بعد سنتين وعشرين يوم يقول السؤال انتهى مفعولا ما قيمة هذا السؤال؟ وتعرض وتطرق بعض الأستاذ النواب إلى انتقاد مجلسهم بإضعاف دورهم الرقابة عبر تأخير الأسئلة سعدتك اليوم أنت وجهت سؤالا إلى الحكومة عن أراضي الطنيب والأراضي التي تم شراءها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي في عهد عندما كان دولة الرئيس مديرا عاما للضمان الاجتماعي وكثير من اللغب والاستفسارات الرقابية والشعبية والسياسية التي تدور حول هذا الموضوع وحول هذا الملف سيدي أنا لم أوجه سؤالا أولا أنا في النظام الداخلي لمجلس النواب إذا ما ذكر أي زميل آخر في أي معلومة أو شأن فمن أن من حق الشخص الذي ذكر اسمه أو تم تعرض له بطريقة أن يدخل في النقاش والمناقشة وهذا الشأن اللي اليوم تم في شأن يعني مهم جدا للأردن اللي تكلم فيها أخونا النائب صداح الحباشني صداح استعرض هذا الأمر أنا كنت في نقاش مع صداح حقيقة وهذا نقاشنا العام إحنا اليوم حقيبة للضمان الاجتماعي هذه الحقيبة المهمة هي فعلا حقيبة سيادية ومعنى سقوطها سقوط البلد لا سمح الله ولا قدر لأنها أولا صندوق الاستثمار أنت تكلم عن أموال الضمان بمجمل أموال الضمان الآن هذه الوحدة الاستثمارية اللي هي صندوق دارد صندوق الاستثمار وهذا هذا شأن آخر طرع علينا حديث في الأردن إشكالية مؤسسة الضمان اليوم إشكالية مؤسسة الضمان أنها لا تقوم إلا بالجباية لمصلحة حتى هذا الصندوق إشكالية هذا الصندوق أولا حتى اليوم إدارة الصندوق نفسه هذا الشخص الأول الذي يتربع على رئاسة إدارة الصندوق هو ليش في الأردن أسطر ولا يقيم في الأردن هو في الخليج في دولة أخرى بغض النظر عن الأسماء الآن حتى ما استعرض أسماء يعني انت وضح قرر يعني وصلت لأه لك تقول فلان فلان يقوله وخليش أسطيع رجيه لا ما نديش يقوله الآن يعرفوا كل الناس الآن رئيس مجلس إدارة الوحدة الاستثمارية هذه لا يقطن في الأردن ويسكن خارج الأردن لا بدأ أذكر اسمه لأني نسيته بينه بينك والله لو لا داي نسيته لو واحد يذكرني فيه GP بس زمل الآن في الإعداد هاي بيقوله على الفيسبوك أكثر من 20 سؤال يعني فيسأل من يقصد ساعات النائب برئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والله أنه اسمه راح من بالي أنا أكون صادق معك أنا شمhos مش محضرين الحلقة أصلا أنا شمهش أنت هينتو شو موضوعك يعني لها الدرجة يعني اسمه مرعب لا لا انا بقول لك الان اذا بتعرف مين هو رئيس مجلس اليدارة الصندوق اذا ما نقول لي وانا بكرره بس حقيقة انا ناسي الان تفضل سعاد هي سيدة لا لا هذه مديرة الصندوق مديرة الصندوق انسى الثقاف خلود الثقاف فات انت بدك مدير واسست الضمانة باجتماع ويقصد باسم عوض الله رئيس مجلس اليدارة تقصد باسم عوض الله ما بعرف والله تفضل سعاد هذا الان خالق انا احنا في الاعلام نختصر عليكم كثير من الحقائق في النيابة انا باقي ممتنع عن اداء الحقائق اينا بقول لك هو انا ذكرتك في الاسم بأدي الحقيقة في الاردن انا ذكرتك في الاسم سعاد اقول لعكس انا دايما حتى بنومني سعادتك لو احنا مش خارج الهواء الان بتحط على قوة اقول من هو رئيس مجلس اليدارة بطلع لك شو البحث هو باسم عوض الله نعم ساكن في الاردن هو موجود في الاردن مابر اذا باسم عوض الله بيديرت هذه الوحدة الاستثمارية فعلى الاردن السلام مو بس على حقيبة الضمان ولا اموال الضمان نعم هاي هذه وحدة شو رايك المسألة الثانية ان هناك مدراء في صندوق الضمان سماسرة بيبيعوا بيشتروا في الاراضي ويقدروا فيها وين عنهم مكافحة الفساد وين عنهم من اين لك هذا وين عنهم مش عارف ايش هذه المسألة رئيس الوزراء الافخم الآن اللي موجود عنا دولة عمر رزاز مش مثار عليه قضية اطنيب وما اطنيب وكذا انه كان تقديرها مبلغ كذا وزايدي 20 مليون ولا 17 مليون ولا 18 مليون ناس يتكلم فيها والله انا لو بملق قرار اللي يتحاكم عمر رزاز عليها اول واحد اليوم اللي انت معتقد انه عمر رزاز هل عمر رزاز بيملك مرنامج للأردن اليوم عمر رزاز ساعتك خلينا بقضية الاراضي فقط اين الشبهة واين المخالفة القانونية ايبا واين الشبهة انا بعطيك الشبهة انا عندي اليوم الشبهة لما يكون التقدير الحقيقي لقطعة ارض 20 مليون نعم زين مش عندي تقديرات انا دائما بكون الهامش مثلا 5 بالمية طالع 5 بالمية نازل 10 بالمية طالع 10 بالمية نازل يعني بكون 20 مليون بكون 22 مليون 18 اما يكون 40 مليون هذه مش شبهة هذه جريمة هذه متحققة تماما انا عندي قطعة ارض معروفة في الاردن عندي تقديرات وعنده كذا لما لا يكون هناك لجان اليوم اتكلم الاخونا وزير العمل هذا الرجل الصالح سمير مراد لكن حقيقة هو اما انه لا يعلم ما يدور في هذه الحقيبة هذه الحقيبة اولا تفقد استحقاقاتها في العمل لدى الاقتصاد المثمر والمربح في قطاع التعليم في قطاع الصحة في قطاع المواصلات والاتصالات النقل يذهب دائما هذا القطاع الى الاسواق الباهتة والخاسرة ونحن نعلم مدى الخسائر المالية في سوق عمال غير مطمئن على اموال الاستثمار اموال الضمان الاستثمار لا فيه خوف ورهبة نعم الان قاعدة تسترب الاموال منها ويبدو انه هذا امر عام على الاردن للعلم خلنا احكي لك ايها بصراحة يبدو انه فيه تفريغ فيه تفريغ مرحلة تفريغ مالي لما هو موجود في الاردن يخرج المال من الاردن الان لانه الاسواق تغلق الاسهم تضعف الشركات تغادر الاردن المستثمرين تغادروا الاردن انت بتفكر هذا الامر سهل هذه الملاحظة يجب ان يلاحظها الجميع اذا قال لك فلان او علان الى اين نحن ذاهبون فهذا سؤال حقيقي في الاردن الى اين نحن ذاهبون اليوم انا هل اقول لك شغل ولا ما ندخل على موضوع ثاني لا تفضل اليوم هل عمر رزاز وحكومته بكل طاقمه لها ادنى ولاية في الاردن اذا كان رئيس الديوان الملك يقود كل عمليات الحوار والمتابعة والمناقشات والاستجام مع الاخرين واحتواء الاخرين والتشغيل والتوظيف والتجنيد واللجان العسكرية تتحرك بامره وديوان الخدم المدني بيتكلم عنه وبيحفز القطاع الخاص وبيحفز القطاع العام اي حكومة نتكلم عنها يا اخو يا فرس اي حكومة اليوم فارس نكذب عحالنا اليوم اليوم عندك مشكلة عشان تعرف لاني لابس اليوم سكني خلان بشكلة احنا الطفائل اليوم نسكن بسي تخرب معنا لكن ان شاء الله ما تخرب انت فارس ان شاء الله فارس للحق فضل لا يمكن ان نقول ان عمر رزاز يقود حكومة صاحبة برنامج او صاحبة اولويات او صاحبة برامج او صاحبة مشاريع حقيقية تنقذ الاردن او سعادتك بما يتعلق باموال الضمان يبدو ان حتى السادة النواب بهذا الملف المخاوف متشابكة لديكم والمعلومات غير واضحة الذي تتحدث عنه هناك صندوق بشي من صندوق الاستثمار السعودي الاردني هذا ما يرأسه باسم عوض الله هناك صندوق وحدة الاستثمار الاجتماعي هذا يرأسه المهندس مازن الخطير ومديرته العامة خلود السقاف وهناك حديث ان هناك اموال من الضمان الاجتماعي وصندوق للضمان الاجتماعي ستدفق في استثمارات مشتركة ما بين الاردن والسعودية وهناك حديث عن اتفاقيات ستوقع بهذا الخصوص ومشاريع كبرى حتى ان تكون كلامك واضح للمواطنين هذا الشخص الخطير هذا الذي تتحدث عنه ربما انت تقصده بانه موجود او مش موجود لا مش موجود نعم مهما يكون من امر يعني زميل محمد واضح بان اشكالية السؤال السياسي في الاردن على الحكومة هي متلازمة النواب ايضا يعني بما يهرب به الرأي العام والشارع والاحتجاجات التي نراها من متعطلين على العمال من مطالب شعبية واجتماعية ومعيشية وسياسية بعضها ايضا تذهب بذات الابعاد يعني السؤال هو موجه الى السلطتين الحكومة والنواب معا يعني صراحة من خلال تجربتي مع الاسئلة النيابية وقد يكون سؤال ضمان الاجتماعي اليوم كان اكبر دليل نعم للأسف السادة النواب عندما يواجهون الحكومة تحت القبة لا يمتلكون كامل الحقيقة فقر في المعلومات فقر وهذا ذنب النائب لجنب الحكومة الحكومة بتتخب المعلومة ما بلا تعطي المعلومة بالعكس الحكومة مستفيدة من هذا الطرق الضعيف عندما يضيب معلومة وسؤالا غير واضح وغير اليوم عندما أكون متابع أنا للشأن البرلماني وأجد أن نائب سأل عن أموال الضبانة التي هي أموال الناس أنا أشعر بالسعادة لكن أصدم عندما أجد أن موقف النيابي ضعيف لعدم توفر المعلومة وأجد فعليا على أرض الواقع موقف الوزير وموقف الضبانة الاجتماعي أقوئ من موقف النائب في طرح المواضيع عدم جاهزية النائب وتسليح نفسه بالمعلومة اليوم أنا بدي أحكي عن أراضي طنيب بدي أحكي أنه كانت في عهد عمر الرزاز في عدد الدنومات كذا مبلغ الدنوم أصلا على فكرة أراضي طنيب ذكرت في تقريب دوانا المحاسب نعم بالشكل غريب جهة رقابية أخرى وذكرت التفاصيل وليست بخفية على أحد المحاسب جهة رقابية اليوم صيلي اليوم عندما نتحدث اليوم عندنا لا يوجد خطأ في تناول المعلومات لكن سيدي اليوم نحتاج إلى نائب متسلح ومسلح نفسه متسلح بالمعلومة أجد أن الموقف النيابي ضعيف والوزير يرد ردا دبلوماسيا ولديه صفطة من الأوراق معدة من الدائرة القانونية في الجهة المقصودة ويتم تقديمها للنائب النائب أصلا جزء من النواب ولا وعمم لا يقرأ الإجابة نعم حتى زميل محمد بس دعني توقف عند أيضا ملاحظة ما كتبه اليوم الزميل مالك عثامن وهو موجود خارج الأردن أيضا أيضا يشرح به سؤالا وجهه النائب صالح العربوط وله كل الاحترام والتقدير يسأل به عن روبرت كندي الذي يقول الزميل العثامن فيما كتبه على الفيسبوك كل يوم بأنه لو حدا يبعث لي واتصب العربوط الله يسلمه بلاش فضايح أكثر من هيك روبرت كندي لم يكن رئيسا الولايات المتحدة كان عضو مجلس شيوخ ونائب عام قبلها والمفارقة أنه كان محامي مثل العربوط ولكن الفارق أنه كذا كذا وتم الحكم على السرحان بالإعدام عام تسعة وستين وهو سأل عن أردني هو متهم بمحاولة اجتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كندي لكن الحكم تحول إلى المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام بكاليفورنيا عام ألف وتسعمائة وسبعين مع طلب العربوط الرسمي بتونيك المهزلة كبرت وصال لازم حتى يفدع البرلون بدابوس هذا ما كتبه الزميل مالك عثام نوه موجود خارج الأردن يشرح به سؤالا نيابيا لأن نائب صالح العلموط الذي نقدره وله كل الاحترام والتقدير ولكنه مليء بالمغالطات لنسميها القاءة التاريخية بقضية السبحان وحدة اجتيال الرئيس الأمريكي السادة النواب عندهم مشكلة في تسلح بالمعلومة عندهم مشكلة بعدم قراءة جدول الأعمال وإجابة الوزير جزء كبير من النواب لا يقرأ إجابة الوزير كيف سترد على الوزير تحت القبة وأجد أن هناك من يقول اكتفيت لأنه لا يعلم جزء من النواب يقول اكتفيت برد الوزير ورد الوزير غير مقنع اليوم الجانب الرقابي يعاني مأساة كبيرة في مجلس النواب عندما نتحدث في بعض الدورات و 64 جلسة منهم 23 رقابية في الدورة العادية الثانية في الدورة العادية الأولى كم كان فيه عندهم جلسة رقابية 13 جلسة نعم من 51 المسألة الثانية النائب أمامه خيارين إما أن يكتفي بالسؤال أو يحول السؤال الاستجواب بعض النواب لا يعطي إجابة لا بده يكتفي ولا بده يحوله الاستجواب ليس سأد؟ والعبرة ليست بكثرة الأسئلة العبرة بنوعية الأسئلة نعم وأنا عندما أسأل عن الشأن العام بالرغم من أن حكومة الدكتور عبداللنصور قيدت السؤال والإجابة على الأسئلة النيابية بقانون بتفسير الدوان الخاص بتفسير القوانين ألا يذكر الأسماء التي يسأل عنها النواب في بعض أسماء المسؤولين نعم في بعض البلفات والمتعلقة في شركاتهم طب سعدتك لماذا لا تتسلحون بالمعرفة والمعلومة الكافية والخبرة والدراية والإمام بالقضية التي هي يعني الناس مشغولين متلهفين وعلى يعني لهفة شديدة جدا إلى سماع معلومات وتفاصيل وحقائق وبيانات وشرح من قبل الحكومة ومن قبلكم كنواب يجب أن تعلم أمر أخي العزيز أولا يعني تكلم أخونا هناك بعض الحيثيات ولكن هذا لا يندرج على كل السادة النواب هناك أشخاص متخصصين يتخصصون في جانب معي عند دخوله في جانب آخر مغاير لتخصصه هو حقيقة قد يعطي وقد يعطي مناقشه أو معلومة قد لا تصل للحقيقة أو لا تصل صحيحة نعم نعم أنا لما أتكلم عن طبيب الآن ويدخل لي في سؤال يتعلق في تكنولوجيا المياه أو النفط أو الطاقة أو كذا يجب أن يكون أقل معرفة من الشخص الثاني المختص لذلك عندما تأتيه الإجابة من الحكومة وإن كانت مغلوطة هنا تصبح الإشكالي والمشاد يجب أن تعلم أمراً أيضاً الأمر الآخر الذي تعلمه أن هناك الكثير من الأمور المخفية في الأردن يعني قد يظهر لك في وزارة الصناعة والتجارة غازي الهواملي مالك لشركي مالك لشركي ومساهم وحقيقي وكذا لكن حقيقة ليس مالكاً لها ولا يعلم عنها أمراً وتدار من غيره واستحقاقاتها لغيره فهذه المعلومة إن جاءت من الحمور اليوم على أن غازي الهواملي هو مدير الشركي الفلاني الحقيقة هو الزيود لا سمح الله يعني دولة الأسرار والغموض تتحدث نعم أمور مخفي الآن بطانة فساد لا يعلمها إلا الله نعم سأعطتك فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعودك مع الحديثنا عن هذا الموضوع أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد وأجدد ترحيب بضيفية في الستوديو لنتابع هذا الكركتين للزميلة ميس العمر ومن بعد نعاود إكمال حديثنا عن موضوعنا لهذه الحلقة اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نسوان مرة وجوه بعض ومناسبة اليوم العالمي المرأة سعادتك تعليق سريع تعليق سريع الله يوقع الظالمين بالظالمين آمين زميل محمد يعني اليوم الدور الرقابي قد يكون يعني هو قد يكون أفضل من هذا الذي جرى اليوم نعم يفترض أن يكون أفضل من ما يجرى اليوم أنا لا أؤيج الحكومة لكن طريقة الرقابة قد تكون أقوى من ذو صراح صراحة يعني أنا بقول أنا دائما الدور الرقابي يكون بالمعلومة يكون بطريقة الطرح يكون بقوة الطرح أنا الحكومة عندك أدوات دستورية فيه سؤال فيه جواب فيه استجواب وفيه أيضا طرح الثقة هل وزيرة ما فلحت وما كان عندها قدرة على إدارة وزارتها أنا بطرح فهذا متاح الأمر في اليوم مجلس النواب لا لا متاح في مجلس النواب كم إلا تخير سحمد اليوم إذا مجلس النواب ساعتك اليوم بعد كل هذه الصعوبة الظروف وبعد كل هالوضع الصعب الذي نحن عايشين فيه بالرغم من كل الظروف والشعبية التي تحيط مجلس النواب والحكومة إذا بننظر ندير البلد بهذه الطريقة أمر ربا راح تقوم بنا قائم إذا مجلس النواب يبقى يخشى النائب اللا يعود إلى مجلس النواب في المجلس الذي يليه أمر راح يراقب لدى قناعة كثير من النواب إذا كان دور الرقابة شديد وإذا راح أسقط حكومة أو أسقط وزير لن يعود إلى مجلس النواب يخوي البلد اشترجع اعمل لي موقف وطني واحد حكومة لا تفلح بغض النظر كانت هذه الحكومة أو غيرها نتحدث إذا الحكومة غير قادرة على إدارة الشأن العام في الأردن فلتسقط فليسقط مجلس النواب لماذا الحراك اليوم والشباب المتعطلين على العمل يلجأون للشارع يلجأون إلى أدوات غير مقترعين بدور النواب غير مؤمنين في مجلس النواب طفتوا بين النواب وفوق المجال وجميعها المنتخب هناك دوات دستورية وعلينا نفعل الدستور زميل فارس وأيضا لسعاد تنناب اليوم إذا لم نقوم بإصلاح سياسي بإقرار قانون انتخاب يرضى عنه الجميع قانون توافقي بقوائم وطنية وقوائم نسبية مغلقة وأن يكون هناك تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانية لن تقوم لنقائم هذا النهج الذي تنهج الدولة في الحكومات وإعداد الحكومات ومجالس النواب لن يصلنا إلى بر الأمان المواطن اليوم وصل إلى الخط الأحمر من الغضب نحن لا نؤجج المواطنين لا أحد يرضى للأردن هو غضب المواطن والإنسداد السياسي فارس آخر الدور الرقابي اللي يعمل فيه دور غير مقنع نعم اليوم الناس صارت تتنكت على دور مقنع يعني غضب المواطن الإنسداد السياسي الإصلاح السياسي المواطن غير راضي عن أداء مجلس النواب وأن أنتم متهمين كما هي الحكومة متهمة الأمر مربوط في القيادة العليا نعم إذا اللي أنا شايفه الصحيح أنا اليوم ما في مواطن أردني وأقول لك حتى الحكومة هذه التي نرى فيها ضعفا في ولايتها وفي إدارة البرامج أو طرحها وإكملها قد تكون قادرة على إدارة البلد وعلى إدارة الأزمات وعلى إيجاد حلول ولكنها غير مقدرة غير مقدرة غير مقدرة من الآخرين أي أنها ترجع للخلف بسبب الإرادة العليا عليها هذه الإرادة العليا ليس لديها الرغبة الآن أن يكون هناك ولاية للحكومة ولا أن يكون هناك دورا لمجلس النواب الحكومة قد تعطى العذر في هذا الشأن إن تم الضغط عليها لأنها لا تملك أمرا أما مجلس النواب والبرلمان لا يعطى العذر أبدا وأنا أهو فيه لا يعطى العذر أبدا يعني أنت تعذر الحكومة ولا تعذر النواب بالتدخلات والإقصال السيادة الوطنية أنا أعذر الحكومة إن كانت لا تستطيع الخروج عن المعطى لها ولكن أنا لا أعذر أبدا مجلس النواب أنا اليوم كنت بدأت الداخل ما خلونا كم رغم أن حق كيف تقيم إدارة الآن نرجعنا مباشر ما صاري قيسي لجلسة اليوم الدكتور الدكتور نصار عفوا يعني مناسبة أنا أقول لك مناسبة الصحيح وأنا يعني أحيانا مثلا بقول الصراخ وما الصراخ والله أحيانا بنشوف أنه إحنا لولينا بنتحجز على دورنا وكذا بنظلنا وكذا ولا ما بعطونا مجال لا تفكر أنه لا تفكر أنه في برنامج عمل منضبط مية بالمية وأنت لاحظ هذا حتى ساعة تكري يوم تسربت أيضا مراسلة ما بين نائب الجنب بعض وبترجاك أنك لا تنسى دوري وكذا وأنا قريب منك وبشوفك مساء وكل يوم وإحنا وكذا يعني بلغة الواسطة والتطلق الله يجعله لا شافه مصلي العشة مع بعض الله يجعله لا شافه لا هذا ولا ذاك مين ما كان يكون اللي يسرب أو المسرب إليه أو المسرب منه هي مسربة رئيس المجلس نصار الجلس نعم اليوم شو يسرب له أنا أشوفه باقي نصار باقي نصار يعني باقي حط علي كنترول أنا في برنامج لكن هذا ما يجري في جلسات المجلس يجري في جلسات المجلس لأنه تكلم أخونا في تحديد المسار الآخر أنني أنا أتطلع لما بعد هذه الدورة هل أعود لمجلس النواب أم لا لذلك يحجم دوري هون الإشكالي سعادتك أنت مع الإصلاح السياسي ولا ضده شيخ أنا مع الإصلاح الديني ومع الإصلاح السياسي ومع الإصلاح المجتمعي ومع الإصلاح الخلقي نفسي رح تترشح للانتخابات الجاية ممكن أترشح ممكن لا شو يعني أنا بالنسبة لي عادة رايح ببلاش جاي ببلاش ونجحت رسبت شو يعني ببلاش راحت أجت يعني أنا مش مش لقاء ثمن بجي أنا لقاء برنامج حقيقي ووراي ناس محترمين ما بيدوره لا مال ولا سلطة ولا أمن ولا تحرك أجهزة هذا اللي وراي أنا وأقولها بالمفتوح ويعلم ذلك أبناء الطفيل نعم ما ليش في سوالف يعني أنا ما بيتهم للكل لكن هناك كثير من النواب برنامجه إما مدفوع بالمال أو مدفوع بالأمن هذه معروفة هذه ما بنكرها حدا برامجنا مترتبة إيش اللي أضعفنا اليوم لأنه بيجي لقاء ثمن بخص حتى في مشاورته بساعدتك بساعدتك ماذا تقصد بمدفوع بالأمن يعني جهاز مخابرات بيشتغل إذا كانوا نقولوا إحنا عيننا ثمانين الرقاد ولا مين كمان ولا نقول الأسماء كمان بالمفتوح زي ما بقولنا ليش خايف من الأسماء ساعدتك يا زي ما أنا خايف بقول رقاد أنا المشكلة لكثرة الأسماء أنا خايف من الأسماء بسألك إذا أنا بقول لك الإرادة العليا ما عندها رقاد الله في أصلاح ساكت عن حوالي خمس ست أسماء زي مين بقضايا إجداء يعني اليوم في الحال يعني بقضية التزوير يعني معروف لدى الأردنين ماذا المخابرات الأردنين ما صرحوا بأنه عيننا ثمانين وعيننا ثمانين صرحوا بالمفتوح شو يعني طب ساعدتك لو أنه قانون الانتخاب الآن يجري تعديل وكان في قائمة على مستوى الوطن هل ستترشح على خارج دارة الطفيل وتكون نائبا للوطن؟ ممكن ممكن إذا شعرت أنه أنا رايح أأدي مهمتي بالصدق وإخلاص ممكن نعم وإذا شعرت أنه أنا مش رايح أأدي مهمتي وتواطأ أو يعني أتراجع عن الدفاع عن الدين عن التراب عن القيادات عن بلدنا عن ناسنا عن مجتمعنا لا برأتراجع بظني أنا في شغل أحسن يعني زميل محمد هناك حديث سياسي واسع الآن عن قانون الانتخاب يعني قانون الانتخاب يتوقع أن يكون في دورة استثنائية هذا القانون أنا من مناصرين الإسراع في هذا القانون صراحة المجلس النيابي اليوم والحكومة الحالية غير مرضى عنهم في الشارع لدينا احتقان سياسي كبير الحل ليس فقط بإجراء انتخابات الحل بنوعية قانون الانتخاب عنا مشكلة في قانون الانتخاب لا يعقل أن يبقى قانون الانتخاب في قائمة قائمة يتنافس أعضائها فيما بينهم بتقول اللي بدي إياهم تكتلات تحت القبة كيف تصير تكتل أنا وساعة تناب غازي الهواملة وأنا كنت تنافس أنا وياه في القائمة صحيح ما بصير ما بزبط الأخوان المسلمين اليوم كتلة الإصلاع عندما ذهبت إلى القبة كانوا متاع أصلا هم من تيار واحد بدأ هناك ملامح للقانون الجديد اليوم يقال أن هناك قائمة وطنية نعم أتمنى أن تكون قائمة وطنية وأن يكون هناك وعي من الناس لإيصال النخب النخب الفكري الواعي نريد قانون الانتخاب لا يشجع على المال السياسي الأسود ولا يشجع على شراء الأصوات طبعا من خلال هذا المال الأسود ونريد قانون انتخاب يمثل الأردنيين بأوسع شريحة ممكنة اليوم المرحلة لا تحتمل اللعب ولا اللهو ولا التخمين هناك حديث بأن نسخة القانون هي النسخة التي أقرت عندما كان نايف القاضي معالي نايف القاضي ووزيرا للداخلية قبل حوالي سبع سنوات لا أعلم عن النسخة أنا ما أتمنى الدولة قادرة وكل أجهزتها مع الحكومة أن تقدم قانون انتخاب يوصل النخبة الفكرية الواعية إلى مجلس النواب والقوة السياسية أيضا لربما الفرصة السياسية بتمكين هذه القوة لشواء الأحزاب واليوم كمان فرصة قدام الناس تختار الصح نعم لا تختار اللي بتفعلك بصاري كيف تقرأ وتفسر المماحكة أو نسميها المكاسرة ما بين الكتل النيابية والحكومة أي كتل يا فارس ولكن سمعنا بأن هناك كتل رفضة الكتل النيابية هي عبارة عن تجمعات من السادة النواب تربطهم إما المناطقية أو الصحبة أو بصالح فردية كتلة النهضة عفوا اليوم رفضت لقاء رئيس الحكومة لماذا رفضت اللقاء؟ بدنا يقولون ليش رفضوا اللقاء؟ هل هو الأسباب السياسة الاقتصادية للحكومة؟ أم لنهج السياسي لهذه الحكومة؟ أم لأن حكومة الرزاز وعدت الأردنيين بناهضة جديدة وعقد اجتماعي جديد وما نفذ؟ يا خي برر لي ليش برر لها الناس ليش بابدك تلتقي بالرزاز صحيح لا أنت كثير قوي يعني أنت كتل التهضة عشان أنت تعمل استعراض قوة قدام الناس؟ ولا أنت كحكومة على فكرة الحكومة كثير الناس مرضى على حكومة قوة هي ليست بقدر ما يستعراضات سياسيا لا يمكن أن تقرأ لما هو أبعد في علاقة الاستدامة بين الحكومة والنواق؟ اليوم كتلة الإصلاح بتقول لك أنا بجيب الرزاز عندي وإلا أروح عليه اليوم مش هذا بشكلتي أنا بتجيبه عندك وإلا تروح عليه هذه دولة ربما هي رتبطة بالنظام الداخلي للمجلس ومسائل بروتقالية سيدي المهم الأردني يحتاج أو يريد قطاف الثمار أنا ما بقول لك الحكومة عدوتي أنا أقول من مجلس النواب أن يقوم بالرقابة الحقيقية على الحكومة وأن يقر التشريعات المنضبطة وأن يقوم من خلال هذه الرقابة برقابة حقيقية حتى أداء الحكومة ينضبط حتى الوزير ما بيطلع تعينات معقول الأردن تنشغل بثلاث تعينات يا جماعة ثلاث أشخاص في الأردن تنشغل فيها سبوع كامل معقول الأردن هذه دولة تنشغل بتعينات ثلاث أفراد مواطنين من الدرجة عفوا الشباب في عمر الورد تنشغل بتعيناتهم سعاد له وزير نعم أتفضل لا يجوز أن نبقى في هذه المهاترات لا تجوز لا يجوز للأردن في ظل هذا الظرف الإقليم الصعب أن أبقى في هذه المهاترات بين النواب والسوشال ميديا والحكومة اليوم هذا الناهج لا يقدم واليوم بقضية التعيينات قفز تعيين جديد وتعيين وزيرة السابقة لنا عن نابسة معيد اليوم وزيرة تخرج على أثر بغض النظر خرجت لسبب سياسي أنها خرجت للحكومة هي شعبية متهمة هي متهمة هي وزير التربية متهمين بالقضية وخرجوا من الحكومة الاعتبارات السياسية الحكومة تقول أنا ما أعينت على التسريبات إذ دولو صار في تسريبات ترفينية عند الحكومة قامت الناس اليوم هذا التلاعب بالرأي العام هناك تسريبات تؤكد بأن الحكومة ماضية بهذا القرار اليوم علينا أن نكون واعين مواطنين ومسؤولين ونواب وأعيان اليوم التلاعب بالرأي العام بهذه الطريقة إذا فيه موظف مش عاجبه زميله بروح يسرب عنه وثيقة حتى يستفيد هو طبعا يعني سعادتك بما يتعلق بتعيين الوزيرة السابقة لنا عناب سفيرة للأردن باليابان هذه الوزيرة التي خرجت من الحكومة متهمة سياسيا بالتقصير والتورط في الكارثة التي وقعت في البحر الميت وأودت بحياة عشرين طفلا وطالبا أردنيا هذه مواجهة شعبية هو محاكمة شعبية لأن المحاكمة السياسية لم تتم والمحاكمة القرارية هو قرار سياسي بمحاكمة سياسية هكذا تعتبر لم تتم معنى لم تتم أي أنها لم تأخذ كل المراحل حتى النهاية فيما إذا ثبت أن هناك تقصيرا أو إهمالا أو خطأ يعني أنت مع تعيينها يعني؟ لا أنا مش موضوع تعيينها أنا أقول للينا عناب إذا كان إذا عينت فعليا أنا ما عندي علم أنا بشوف الأوراق وبشوف المواقع وكذا إذا عيننا للاك ترض على ما من باب ما هو قد يكون مؤكد أنا نصيحتي إلها شخصيا أن تترك هذا المكان السفار السفار وأحسن لها شغلها وين شغلها لذا؟ تشتغل في قطاع مع صبيح المصري ممكن أو كذا يعني كانوا فيه يعني إلها شغل خاص أو كذا يعني لابد بشتغلوا كلهم هسا عندها لحقيبة الضمان الاجتماعي والمجلس الإدارات هذا كله وهو الوزير بيخلص من هون ويستلم من هون مين اللي ذبح الأوردن غير مكافآته؟ مبارح طلع مين؟ مدير الضمان مبارح نادية كانت باطح هذيك الثاني سويري العلي عرفت كيف نادية الروابي؟ طالعت نادية اللي اعتبرناها قوي وكذا طلعت من هون راحت باتجاه شو مجلس الإدارة اللي استلمتها الآن ملكي الملكي شو هي؟ نادية ما استلمت لا استلمت موقع معين رفعت المكافآتها من 2000 إلى 2015 نعم عرفت كيف؟ هذا اللي ذبح الأوردن اللي ذبح الأوردن إنه الناس هذول الكبار اللي بيطلع من هون وخلص من هون وزيره كذا يعني أنت تنصح لينا عناب فقط لأنه وظيفتها الآن أفضل أن تكون سفيرة في اليابان؟ تشعر أنه عندهم جوع يعني أنت ترى بأهل كفاءة أن تكون سفيرة؟ مين؟ هي شخصية؟ والله أنا ما عندي علم فيها كفاءة وكذا لكن تمت محاكمات شعبيا ما زالت هذه المحاكمة مستمرة أرى للينا عناب إذا كانت إذا كانت الحكومة مستهترة لهذه الدرجة ومخدرة أن تراعي وضع الشارع في ظل هذه الصعوبات وهذه التكالبات وهذه الظروف الداخلية والمسيرات والاعتصامات والتحرك وأن تضع الآن شخصية تمت محاكمة شعبيا وما زالت تحاكم يوما بيوم من لما أثير موضوعها صحيح أو لا؟ نعم للينا عناب إذا كانت الحكومة مستهترة أرجو أن تكون أن تطلع هي للينا عناب في بياض الوجه وتقول ما بديها الموضوع هذا الدورك peace aj'd اليوم تجاوزات الحكومة في التعينات تجاوزات في القرارات تجاوزها في القرارات تعينات أشقاء شواء نواب جرل تجاوزات في القرارات تخبّط في القرارات منjen براقب عليها؟ الركن الأول في الدولة وهو الركن النيابي البرلمات اليوم الركن سعادتك اليوم الركن النيابي لا يستطيع براقب عليها؟ هذا بش دور السوشيل ميديا ولا دور الناس per Santos هناك دور النواب اليوم مجلس النواب لدرجة متقدمة منه ما يجارس 80% هم اللي بفتعلوا هذه الفعاية هذا احتراف أحد السادة النواب نعم فصلهم أحكى عنهم سويلي حلقة خاصة خلينا فصل لك إياهم من رئيس المجلس هجور وقل لك مين اللي دمر الأردن كمان ابشر سعادتك سويلي حلقة خاصة خلينا فصلهم كل ياسر بس هل خايفين سعادتك إنك تظلك متد كل أسماء منهم هكذا اليوم بل الواجي نفس التابو لا غلطان أنت معناك احنا الموضوع مش موضوع عداوة أو تحدي أو كذا الموضوع اليوم احنا واغتيال الشخصي ما سعادتك يعني يعني فارس فارس اتحممي اليوم ما يملكه النواب من سلطة يا جماعة لا يملكه لا في فضائية ولا في إعلام صحيح أنتم تحت القبة يالك السوشال ميديا قفز على النواب وقفز على الأحزاب وقفز على كل طور السياسية التقليدية للضعف الجميع هذه حالة هذه حالة لنتيجة الضعف العام ماذا هو يخل؟ أنه داخل نواب نفس العالم مفتح كل جن Last Welt يتم بتاع الضعف العنام يا سيد السلم النواب يستقون بعض النواب يستقون معلوماتهم من Julia Media للأسف نعم ظلم أن أنا صحفي وأتعامل مع السوشيل ميديا وباستمرار وبشكل نيوم كثير من المعلومات ليس كل المعلومات طبعا سعادتك لتحدث بصراحة أكثر من يقول بأن الغاز الهواملة قد تغير كيف أن تغير؟ أنا قال من قواعدك الانتخابية على الفيسبوك ومتابعهم على السوشيل ميديا من يتحدثون ويقولون غاز الهواملة ليس معرفنا زي ما كان أول برمات زي كيف بخي قولي؟ مواقفك تغيرت في شوية ليوني، معت غازي والله ما تغير في غير هالربطة من سنتين وجاي كانت حمرة مخططة صار السكنة نعم أما بأمر الله أن نكون كما عهدونا وأمرنا إلى الله نعم يعني زميل محمد هناك من يقول للسياسيين والحكام المتحدث بإطار سياسي أوسع ومن يقولوا بأن الربيع العربي قد انتهب وأن الشعوب تابت عن ثورتها فما يجري في السودان والجزائر لربما هي مؤشرات خطيرة جدا صحيح يعني الضنك والظلم وعدم العدالة وغياب الشفافية وعدم تجاوب الحكومات مع مطالب الشعوب تؤدي الاحتقان السياسي الاحتقان السياسي أخرته ينفجر وين ينفجر يكون مظهره على البلد وهذا ما نحكي لحكومتنا ودولتنا بجميع مؤسساتها اليوم عملية التعاطي بهذا النهج الحالي الذي استمر لبدة سنوات طويلة لم يعود مجدين مع الأردنيين ونقلتها في هذا المنبر الأردنيون منحوا الدولة فرصة في الربيع العربي زميل محمد حتى تعيد الدولة طريقة تن تعاملها مع الحالة بأقل من نصف دقيقة هناك من يرى بأن حكومة الرزالس قد انتهت وهذا السيناريو تم تداوله في الإعلام الأردني والسياسة الأردنية هناك من يرى بأن الرئيس الحكومة مقبلة على السيناريو الثاني وهو متعلق بالتعديل وزاري واسع لربما يستطيع الرئيس أن يرمرم الحكومة ويعيد لها الحيوية والروح وهناك من يرى بأن السيناريو الثالث هو قد تنتظر الحكومة في رمضان المقبل وتكون بصدامات سياسية وشعبية حتى ريح الناس لن يكون هناك إقالة للحكومة أو لمجلس النواب قبل إقرار قانون الانتخاب نعم مدام ما في قانون الانتخاب هذه السيناريوهات كلها بعيدة المنام الحكومة ممكن تتعدل أما تروح حاليا في هذا الظرف لا يمكن ساعتك هاي السيناريو أقرب من السيناريو الثلاثة اللي طلعتم الأقرب نعم والله يزال من الأول الأقرب للواقعية والممكن يعني الرزاز خلص برنامجه بينما في المطلوب منه يعني شبهنها الله يجزي الخير ويعطيه العافية برنامجه مالي ضريبي تدميري خلص هذا البرنامج الآن وانتهى لا أعلم إذا كان فيه خيار لحكومة جديدة بس أنا الخيار اللي بيقول لي هذا مستبعد لا ما مستبعد لأنه المفاجآت قائمة بالسياسة الأردنية نعم طب سعادتك قرية تغريدة الأمير حمزة اليوم شو هي التغريدة ما غرد سمو الأمير حمزة اليوم تحدث عن الوضع الداخلي الأردني وأمل أن تكون الأمور إلى الصواب والخير والأمل سدي هذا شقيق جلالة الملك نعم وإحنا اليوم واحد يقول غرد وغرد لي وغرد لك ويحيى دائما يقول غرد لي وغرد لك هذا عم وهذا شقيق الملك وهذا كذا الآن إذا شافوا في صعوبة عندنا يحملوا هذا الملف ويجلسوا مع جلالة الملك يقولوا له لأنه يعني نجد الملك في كثير من الأحيان في كثير من المواقف يسأل أسئلة أسئلتنا نحن العاديين نعم صحيح هذا ما فيه انقبة لذلك إذا كان الأمير حسن سعادت النائر غاز الهوام لوقت البرنامج انتهى سعادت النائر غاز الهوام لشكرا لكم الزميل الخبير البرلماني محمد أزود شكرا لكم معزي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين الحدد طابة أوقاتكم اشتركوا في القناة